السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا شباب النهاردة هنتكلم مع حضراتكو عن اخطر واكطر مرض بيصيب الكتاكيت في الاسبوع الاول يعني حضرتك مثلا لو عندك كتاكيت ولسه عمر اسبوع وفيها نافق عالي ترى ما هو السبب في موت الكتاكيت في الاسبوع الاول ودايما اصابع الاتهام بتروح بقى ناحية الكتكوت وحش اصلا من الاول الامهات هي الغلطانة المعمى الملوس ويبدأ هو صاحب الكتاكيت يقول لك ايه لا انت الحرارة منازل عندك انت اللي عملك مش مهتمين بالتربية كويس ومش عندهم خبرة ونبدأ ندخل في صراع ومشاكل وجدال وكلنا ناسيين ان العلاج تحت ايدينا نقدر ان احنا بسرعة اه نعالج الكتاكيت قبل ما الامور تتفاقل طيب يا ترى اه هي المشكلة دي علاجها ايه? اسبابها الحقيقية فين? علشان ما نظلمش بعض. كل دي معلومات هنعرفها النهاردة مع بعض لكن قبل ما نبدأ ما تنساش حالا تصلى على رسول الله في التعليقات وتشترك معانا في القناة علشان يصلك كل جديد ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. موضوع حلائتنا النهاردة يا شباب عن مرض او بكتيريا اسمها السلمونيلا واللي دايما بتكون المتهم الاول في المشاكل المعاوية اللي بتصيب الكتاكيت في الاسبوع الاول يعني يكون فيه التهاب سرة عدم امتصاص كيس مح فيه انتفاخ وغازات فيه البطن تلاقي فيه زرقان حوالين فتحة السرة وتحس ان الكتاكيت ما بتجبرش كده وما بتاكلش واكلتها ضعيفة وطبعا النافق عالي وده الشكل التشريحي او الشكل اللي انت بتشوفه تشريحيا طيب انت بعينيك كده بتشوف ايه داخل المزرعة بتشوف حضرتك ان الكتاكيت بتتجمع على الطبق بتاع الاكل تحت الدفايات عاملة تجمعات كده ولزقف بعضها تهش الكتاكيت مهما تهشها ترجع تلم تاني زي ما يكون الجو برد مع انك زوابط الحرار طيب احنا كده يا شباب عرفنا ان الشكل التشريحي ده والشكل اللي بنشوفه بعينينا ده بيكون مرض السلمونيلا السبب الحقيقي فين؟ السبب الحقيقي للسلمونيلا غالبا بيكون الاصابة من الام او من المعمل يعني غالبا بتكون الامهات هي اللي مصابة او المعمل في تلوث بالبكتيريا دي فبيحصل اختراك من خلال اشرة البيضة للكتكوت نفسه للجنين ويبدأ انه يصاب بالمرض ده فيسبب هذه الاعراض وغالبا يا جماعة عشان تكونوا فاهمين معظم المعامل ومعظم الامهات فيها نسبة لكن هو الاختلاف هنا في النسبة دي ما تكونش عالية اه انا ممكن اول اسبوع يكون فيه عشرين تلاتين كتكوت نافق في العشر تلاف اول اسبوع مفيش مشكلة لكن لما يكون النافق عالي بيعد المية كل يوم فده معناه كده ان النسبة او المرض ده تمكن طبعا ممكن تلاقي بعض الكتكيت في الحالة دي اه فيه شوية عرج فيه انسداد في فتحة المجمع من ورا فيه طبعا السوائل بتكون لازجة فبتروح سد فتحة المجمع من ورا فتبدأ الكتكوت مش نفيش فتحة اخراج فيروح ايه فيروح ميت فالنسبة بتبقى مقبولة زي ما قلنا حضرتك لو هي النافق بسيط او المشكلة مش عاملة نافق عالي لكن لما بيكون النافق عالي بيعدي كل يوم نافق خمسين او مية او متين فطبعا ده بيبقى خسارة كبيرة وبيعمل مشاكل فعلشان كده يا شباب حضرتك بعد الثلاث يام التحطين اللي هما دايما بيكونوا تايلوزين مع كولستين لو بدأت الحالات دي تظهر والمشاكل والاسهالات واعراض اللي انا بقولها لحضرتك دي ظهرت اكتر ومختفتش بالعكس عملة تزيد معاك يعني في اليوم الثالث والربع والخمس والسادس عملة تزيد معاك يبقى انت كده محتاج جرعة تانية من المضادات الحيوية اللي تشتغل على السلمونيلا زي النيوميسين الانرو الكولستين او ممكن تعمل ميكس ما بينهم يعني انرو مع نيوميسين او انرو مع كولستين علشان تتفادى تفاكم المشكلة وبسرعة تعالجها من الاول طبعا ما تنساش تعزل الحالات الضعيفة اللي عمالين يلموا على بعض دول ياريت ان انت في الاول كده تعزلهم قبل ما يكون مصدر عدوى لباقي القطية الحاجة التانية والاخيرة بالنسبة للادوية يفضل ان حضرتك بسرعة تنزل فيتامينات زي الف دال ثلاثة هي احنا كده كده كنا بنحضن على فيتامين الف دال مع التيلزون والكولستين فحضرتك بقى لو هتكمل ببرنامج مضاد حيوية تاني في الرابع والخامس والسادس يفضل برضو انك مكمل بفيتامين الف دال بتركيز اعلى او بجرعة اعلى على اساس ان انت برضو تقلل من ظهور المشكلة دي وبكده يا شباب نكون خلصنا حالة النهاردة يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته